من مصر من مصر لا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم أهلاً ومرحضة من وين جنابك؟ أهلاً وسهلاً من المملكة السعودية يا أهلاً بك سني يا أهلاً يا أهلاً طب السؤال أطرح السؤال أي تفضل أنا عندي استفسار بخصوص نظرتكم عن تحريف القرآن طيب إذا كان الموضوع مناسب للطرح أتفضل هو برنامج مفتوح يمكنك أن تطرح ما تريد أنا عندي مشكلة في تصور أن القرآن محرف لأن بالنسبة لي القرآن هو أساس دين الإسلام فإذا حرف القرآن معناتها لا يوجد إسلام لأن حتى لو قلنا الروايات السنية أو الروايات الشيعية فهي أقل درجة من القرآن يعني أقل درجة من ناحية القوة الاعتقادية لأن القرآن بالنسبة للطريقين كلام الله جيد وأقل بالنسبة للنقل فإذا حرف القرآن فإذا حرف القرآن وقلنا أن القرآن كلام قاضي معناته ما دونه بيكون أسوأ منه هذا شيء غير مقبول العاقل كلام عدل إلى الآن كلام عدل طيب كيف أنا ودي أعرف وش نظرك كيف إحنا ماذا نفعل إذا أردنا أن نثبت للناس أن هذا القرآن هو كتاب الله بنقله عن النبي ما هي أول خطوة نتخذها هل نقول لهم مستحيل هذا الكتاب يقع فيه شيء أم نحدثهم بطريقة علمية لا في البداية يكون طبيعة الحق طريقة علمية طريقة علمية إذا نقول أن القرآن يثبت نفسه بنفسه هذا استلال داري أحسن غير معقول فبس نقول فقط فقط نذكر كلمة لشخص مسيحي أو يهودي أو ملحد أو لا ديني أو أي شيء أي ديانة فقط نقول له نثبت لك من خلال الأدلة فهنا انكشفت عورة السنة والشيعة الذين يقولون القرآن كامل انكشفت العورة لماذا ممتعة لأن سنأتي على الروايات الصحيحة عند الفريقين التي قالت أن القرآن حرفه عثمان زين أنت جنابك الكريم تقول أن العقلي لا يستوعب أن الروايات تقول بتحريف القرآن والقرآن أعلى درجة من الروايات صح؟ لا كلامي ليس هنا أنا عقلي لا يستوعب أن يوجد دين إسلامي بلا قرآن عقلك لا يستوعب أن يوجد دين إسلامي بلا قرآن أنت جنابك الكريم فارض عليه فرضية أنا ما مجبور أجاوبها بالمناسبة لماذا؟ لأن أنا يعني لست مكلفا بأن أجيب على ما يقبله عقلك وما لا يقبله عقلك نحن أمام أدلة الأدلة إما تقبلها أو لا تقبلها يعني مثلا أنت اليوم تطلع بالشارع أقول لك هذه السيارة تقول لي لا إنه حصان سيدنا أبي سفيان يبقى قل لك هذه السيارة والله السيارة هذه السيارة مسيدس قل لي لا إنه حصان سيدنا معاوية بن أبي سفيان طيب أنا شنو أسوي لك هنا تقول لي أنا مو أقادر أقتنع أن هذه السيارة والعياذ بالله هذه ما كانت موجودة بزمن النبي تفتهم ماذا أقصد؟ أنت الآن كلامك جميل كلامك ممتاز أنت الآن تحدثني عن أدلة الأدلة هي واقعة في كتب الفريقين تقول لي أنا عقلي مو مستوعب بالمناسبة أنا سأأتيك لدي رد أجعلك تستوعب الصدمة جيد بس مو الآن حاليا أريد أبيينك لكن هل تسمح لي فقط أن أوضح كلامي لأنني أتكستل كلام بطريقة قابلة يلا تفضل تفضل أنا لما أقول عقلي لم يستوعب أنا مقصدي أني عقلي لا يستوعب أني أقول أن القرآن محرك وما دون غير محرك لماذا؟ لأن كما ذكرت لك القرآن كقوة كقوة ذاتية هو كلام الله لدى الفريقين حتى لدى السنة عندنا القرآن كلام الله وكذلك نقله كان نقلة بحرص أكثر من غيره فلما تقول لي مثلا أن القرآن محرف والروايات غير محرفة أو القرآن محرفة أو الأحاديث السنية غير محرفة أقول لك لماذا حرف القرآن ولم تحرف في الروايات أو الأحاديث هذا ما أقصدين إذا أنت جنابك الكريم تريد أن أقول أن كل شيء حرفة بعدما اكتشفت أن القرآن محرف فأن الروايات أيضا محرفة أقول هذا لك ذلك دا أنا لا أقول هذا أنا أقول لا القرآن محرف ولا صحيح الروايات محرفة لأني أنا عندي بشترة معينة أقص بها إذن إذن رجعنا على أن السيارة هي حصان وسيدنا أبي سفيان لا أبدا أبدا لا أقول هكذا أنت الآن جالس تنكر أنت الآن جالس تنكر أنت أول خطوة في خطوة حتى نتخطاها أنا وياك جيد أنت تعرف روايات التحريف عند السنة وشايفها يعني طائقة عندك بالعظم صح لو أنا غلطان لا أبدا أنا لا أرىها روايات التحريف أنا أقول لو وردت مثلا الروايق أنا أقول أنا قرأت لا 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 إنتذا ما واصل إذا نقاشنا غلط لو سمحت نقاشنا غلط إنت هذا الموضوع تعرف متى تفتحه هذا تفتح الموضوع بعد ما تكتشف أن القرآن محرف عندك فتعالج بطريقة ثانية وهي أن عقلك لا يستوعب الصدمة أنا قرأت الروايات التي تدعي تحريف القرآن هنا أزعم وأقول لك أنها لا تعني تحريف القرآن ها هو إذن تعال نرجع ناقشها تعال نرجع ناقشها إذن هذه النقطة ثانوية طيب هذه النقطة أو هذه النقطة أنا عندي نقطة ثانية يا عزيزي يعطيني مجرم حتى أرتب حتى أرتب أوراقك جيد فضل فضل نقاش في أنك العقلك لا يستوعب تحريف القرآن تعرف هذا متى يأتيه هذا يأتي بعد ما تقف على الأدلة التي قالت أن القرآن محرّف هنا حقك تطرح علينا هذا السؤال أما حاليا أنت مطلع على الأدلة أنا أعرف حسب خبرتي أنت مطلع على الأدلة ومصدوم لكن حاليا تقول لا لا وتفسر وتؤول لكن أنا عندي حساس أنت تعرف الفاس وتعرف كيف وقع في رأس السنة وعارف أثر وعارف الروايات التي قالت بالتحريف عارف وفهم كل الزي بس أنت حتى أنا بس حتى أن أكمل وياك النقاش في أن عقلك هل يستطيع أن يقبل تحريف القرآن أم لا هل تريد أن نرجع للروايات ويثبت لك أن القرآن محرّف في كتب السنة أم تقول أنا أتخطى أم تقول أنا أتخطى هذه النقطة لأني مطلع على الروايات وأعرف في روايات تقول أن القرآن محرّف عند السنة براحتك لا أنا أنت خيرتني بين خيارين أنا لا أمانع الاطلاع على الروايات لكني أقول لك لو وردت على سبيل مثال 100 رواية فأقول بالتحريف أنا أقول لك أن قوة القرآن أقوى من هذه الرواية هذا راح نجمع كان يستدل بشي قوي ما في شيء اسم قوة القرآن نحن ما جالسي نتكلم عن قوة عضلية هو القرآن نقل دع أنا أقول لك قوة الدليل قوة النقل هو نقل هو القرآن نقل والروايات نقل ترى أقول لك كلمة ما سامحها أنت أنا أول مرة أقولها أول إنسان يقولها ترى تعرف أن القرآن رواية ولا ما تعرفها المعنى القرآن القرآن كلام الله لا 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 القرآن رواية القرآن رواية أستاذي الفاضل لما تقول رواية أنت لازم تعرف معنى الرواية أنا عرف لك معنى الرواية أنا عرف لك معنى الرواية أنا عرف لك القرآن رواية لماذا لأنه روية عن حفص عن عاصم عن أبي النجود عن أبي الصعود عن أبي النزول عن عثمان عن النبي صلى الله عليه هذه الرواية كقوله مثلا أمرت أن أقاتل الناس عن أبي مليكة عن مجاهد عن أبي أيوب عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالرواية جاءت بنفس الطريقة التي جاء بها القرآن القرآن لم يأتينا بتحفة ولم يأتينا بزجاجة ولم ينزل علينا بحبل من السماء موجود في السعودية ولم يأتينا عن طريق الواتساب يا عزيزي بس افتهموا القرآن جاء حالة حال الروايات بالضبط حدثنا فلان أخبرنا فلان حدثنا أصلا أخذ هذا الصدمة تعرف في روايات أعلى قوة من القرآن أن تزعم الآن أن في روايات تم الاعتناء بها أكثر مما تم الاعتناء بقرآن نعم بل أقوى من القرآن أقوى أقوى جميلة أي وش المصدر اللي قست بها هذا الشيء القرآن عند السنة والشيعة عند السنة بالذات جيد وعند الشيعة أيضا حتى بس أزيدك بس عند السنة هاي منتهين منها لا هو أنا ترى اي ترى أنا ذلك على الدينك أنت يعني مو مشهور عند السنة والشيعة حفص وعاصم من نقلة القرآن هؤلاء سند في نقل القرآن سنة سند هؤلاء عند السنة كذبة كذبة والضاعين كانوا يضعون أحاديث كذب بينما رواية في صحيح البخاري إش حالاتها عسل 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 يا ولد عسل عن أبي عيوب عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية صحيحة الإسناد عن الثقات عن الأئمة الهادين المهديين عند السنة بينما القرآن جاء عن كذبة كذبة حفص وعاصم وناس كذبة عند السنة كانوا أصلا مو بس كذبة كانوا والضاعين يعني مو بس يكذبون لا يجلسون بالبيت يقولون نكتب قل هو الله أحد ولا نكتب الله الصمت ايش والضاعين كانوا من صفاتهم والضاعين روح أقرأ عنهم في كتب التفاسير الرجالية عند السنة وحتى عند الشيعة بالمناسبة الشيعة ما يعرفونهم ذول ما يعرفون يعني ما بالأصل ما يعرفون الشيعة بس السنة هؤلاء على أساس أتباحهم ها حفص وعاصم اقرأ عنهم اكتب الآن بالجوغل وثاقة ممتاز اكتب 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 وشوف الفضيحة اكتب وثاقة حفص وعاصم عند السنة اكتب وشوف الفضايح ما حد موثقهم ما حد معتر أصلا مو حد موثقهم متهمينهم بالكذبة والوضع طيب هؤلاء من اسمعني الصوت واضح نعم تسمعني تسمعني الآن الصوت واضح أنا أسمعك تسمعني نعم أسمعك أستاذ الفاضل الفرق بيني وبينك أني أنا لا أرى حفص حفص عن عاصم هذا السلسلة لا أراها السلسلة الوحيدة ولا أرى أنه لو مثلا كان هناك وضاع في بلدة معينة يقرأ القرآن معناها أن القرآن كذب القرآن نقل عن طريق الصدور قبل الصدور والروايات أيضا نقلت عن طريق الصدور قبل الصدور أي حاجة تقولها على القرآن أقولها على الروايات التي وردت في الصحيحين أنا نتبق أن الروايات والقرآن نقلت أحيانا بعض الروايات الصحيحة المؤكدة نقلوا بنفس الطريقة أعلى لا ليس بنفس الطريقة أعلى 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 لأن القرآن في سنده كذبة ورواية في صحيح مسلم لا يوجد في سندها كذبة فإذن هناك روايات أعلى من القرآن أنت بداية الاتصال كنت تفتخر بيه تقول القرآن أقوى شيء وأنا الآن قلبت عليك الموازين وأثبتت لك أن هناك روايات أقوى من القرآن كتاب الله طيب أنا أريد أن تجعل لي وقت فقط ليوضع لأنني والله لا أناقش مناكفة ولا أناقش لي فقط لأجل النقاط أنا فقط أناقش لي أفهم أناقش لي أفهم والله فأنا لما أذكر كلامي أنا أذكر أن نوع النقل بمعنى أن كلها أمور منقولة من ناس إلى ناس متواتر إلى آخر ولكن بالنسبة لي أنا نقل القرآن ولو تسأل أي عالم سني أي بشري حتى لو كان شخص غير مسلم سيقول لك أن اعتناء المسلمين بين قوسين لم يكن يعلم القرآن بين المسلمين بالقرآن أعلى من غيره لأن الرواية قد يكون قد لا تنقل بالنص قد مثلا تنقل ولا يعتنى بأمور أخرى قد يقل فيها زي ما قلت أحاد كذب 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 لماذا كذب؟ هناك روايات نقلت بالنص على النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة الإسناد أقوى من صحة إسناد القرآن أي جهل تتكلمين؟ جميل جدا جميل عطني الرواية التي يقول للمسلمون والسنة أنها أقوى من القرآن روايات صحيح البخاري ومسلم أقوى سندا من القرآن كلها بالإجمال كل روايات صحيح البخاري ومسلم؟ نعم أقوى سندا من القرآن أقوى سندا من القرآن جميل أقوى سندا من القرآن عطني عالم واحد يقول هذا الكلام من السنة عطك عالم واحد عطك عالم مثل هاي عطني عالم واحد يقول عائشة فاحشة أنا أثبت لك من الروايات عائشة فاحشة أما منطق عالم سني أكيد السنية تستر عليك أخي كريم ما أحب هذا النقاش أنا ما أحب بتره طب عبني المعيار اللي استخدمت المعيار اللي استخدمت أن القرآن في سنده كذب والضاعين حفص عاصم وروايات صحيح البخاري ومسلم ثقات من آبائهم إلى أجدادهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذن الروايات أعلى قوة وسندا ومتنا من القرآن ممتاز حفص عن عاصم هذا الطريق القرآن له ألف طريق تعني إن شاء الله إن شاء الله الصوت واضح أنت شلونك زين لا لا وصلني مكالمة في قطع الصوت في المهم فأنا أقول لك القرآن له ألف طريق عموما عموما إن شاء الله تعالى إن شاء الله الطرق كلها تتصل به حفص وعاصم يعيوني أنت لا ليس كل الطرق والله ليس كل الطرق هناك شعب عن نافع وهناك طرق أخرى وهذه قراءات نتكلم على السند سنة موحد سند القراءة هاي أسانيت في القراءة نحن نتكلم عن سند نقل القرآن والقراءات هذه قرآن أو لا ما هي قرآن قرآن بس هذه قراءة هذه وردت كقراءات سند القرآن يعني نقلوها صح نقلوها عن من عن حفص وعاصم لا لا ليس كلها عن حفص وعاصم المهم لا أنتبحث بها أكثر أنا باحث بها أكثر وأعرف المهم والله أنا باحث المهم 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 بعد حفص وعاصم الكذبة الذين جاءوا بسند القرآن جيد عندك عثمان الذي حرفه وأبدع فيه ومزقه وحرقه هذا بعد ممتاز هذه نقطة ثانية تبقى أن ننتقلها ننتقلها من حفص وعاصم هذه نقطة أولى النقطة الثانية هي الآن معركة عثمان في جمع القرآن نعم ممتاز أنا أنا سمعت بعض الكام يعني من الدخوة الشياء وإلى آخر إنهم يقولون عثمان حرف لكن لما بتعطي القرآن ما وجدت أنه في شيء حتى يدعم عثمان يعني لا ذكر اسمه لا ذكر اسم عمر لا ذكر اسم أبو بكر ما أضاف شيء يعني يميزه ما شو فائدت من التحريف يعني أمر اعتباضك يعني أمر يلعب بالدين لا يعني حتى ما في شيء ما في شيء يدعمه في الامتين أنا الآن أنا بجي أخرج القرآن مثلا لا 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 أولا إحنا ما يصبح نتكلم بالأهوائيات إحنا نتكلم بالأدلة أنت تتكلمني بالأهوائيات إي بالأدلة العقلية لا ماكو أدلة لا لا بالدليل العقلي لا لا نتكلم بالأدلة النقلية لو سمحت لا الأدلة النقلية أنا ما مجبور أجاوب على عقلياتك أنا ما مجبور لا أنا أتكلم لك أنا بينك الأدلة العلمية الروائية أنت تخاف من الروايات لأنها تثبت تحريف القرآن فتريد تناقش تحريف القرآن بالأدلة العقلية تقول ليش عثمان ما حطخته مثلا ليش ما حطعمته بالقرآن وقال الذين آمنوا لعمتي عثمان إنا لك يساجدون وراكعون أنا شو علي بها الكلاوات هذا الخريط مالتك أنا شو علي بديت شوية انحرف وأنت إنسان خلوق مؤدب لو سمحت ما انحرف أي تحريف قرآن يناقش بالأدلة بالأدلة العلمية مو يناقش بالعقليات واضح؟ ممتاز خلصناها ممتاز ممتاز ومنتاز طيب فعثمان حرف القرآن وحرق المصاحف وحرق مصاحف الصحابة وجمع القرآن وعمل ببدعة لم يكن موكل بها لأن نبيك أمر ابن مسعود هو الذي يحافظ ويجمع وأن المسلمين يأخذون القرآن منه جميل كيف جبت بهذه الزاوية؟ أنت ما متابع محاضراتك في تحريف القرآن صح؟ لا تابعتها بس كل الروايات المذكورة هي ليست روايات بهذه الطريقة يعني أحياناً تأخذ الرواية واتف نبيك يقول خذوا القرآن عن ابن مسعود خذوا القرآن عن أربعة جميل أولهم وبن مسعود كان وابن مسعود خالف عثمان وعثمان لم يأخذ بابن مسعود ولا بالأربعة بل أنه أخذ بمصحف حقصة طيب مصحف حقصة هذا ألم يكن هو المصحف اللي كتبه وكتبت الوحي ونقل إلى أخوة قبيبة نقل إلى عمر الذي نقل إلى ابنت الحقصة لا 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 هذا كان مصحف هذا عندنا السنة كذا لا هذا عندنا السنة كذا نقل المصحف إلى حقصة يعني عشان كذا أنا أقول لك أن هذا مصحف من المصاحف الصغيرة البسيطة كان موجود عند حفيصه حفصة تقرأ به وتلعب به عثمان ابن مسعود كان عنده مصحف أكبر وأعظم وفيه آيات أكثر وفيه آيات محذوفة أصلا مثل سورة المعوذتين مثله الصحابة الجليل علي كان عنده مصحف هاي في كتب السنة أتكلم له عائشة كان لديها مصحف اللي كتبه أبو يونس وزادت فيه وصلاة العصر أبو موسى الأشعري كان عنده مصحف اللي بي ووادياني وجبلاني وواديان كل واحد كان عنده مصحف وفيه آيات تختلف عن مصحف عثمان واضح حاولت تتكلم بالأدلة جيد طيب حيننا نتكلم بالأدلة نعم لا جالس تكذب أنت تقول هذا القرآن وهذا القرآن حاولت تتكلم بالأدلة زي فإحنا حتى شوف أنا حتى ما أخلي النقاش مبعثر الناقش رواية الناقش رواية أفضل حتى يكون تركيز طيب لا أنا أيام في رواية ودي أنك تجيب لي إياها أن مصحف حفصة أصغر لمصحف عثمان وأن مصحف يدوي تستخدم الحاق جيب لي إياه من وين هذا الكلام؟ أول مرة اسمك أول مرة تسمع ماذا؟ إن مصحف حفصة أصغر لمصحف عثمان من وين جبت الكلام هذا؟ أول مرة تسمع أنه مصحف حفصة مصحف عثمان لا أصغر من مصحف عثمان تقول أنه مصحف صغير يدوي كانت تقرأ فيه ومصحف عثمان أكبر وأعظم أنا قلت مصحف عثمان أكبر وأعظم قلت مصحف ابن مسعود ابن مسعود ابن مسعود مصحف حفصة أنت سألتني أنت قلت لي أن كتاب مصحف حفصة هو القرآن الجامع الشامل أنا قلت لك مصحف حفصة هو مصحف صغير وهناك أكبر منه كعندي ابن مسعود الذي فيه آيات كثيرة تختلف وفيه نقوصات مثل المعوذتين وعندك الصحابة الجليل علي وعندك عائشة وعندك أبو موسى الأشعري وعندك ابن عباس كل واحد كانت عنده قراءات تختلف عن مصحف حفصة وهذا كان في زمن عثمان حتى في زمن جمع القراءة هذا يمكن خطأ لفظة أنت وقعت فيه لما قلت مصحف عثمان فأنا فهمتك على بالي تقصد عثمان الأهم مني أنا قلت لك بالنسبة لي مصحف حفصة ليس مصحف شخصي إنما مصحف نقل عن طريق النبي جمع في زمن أبو بكر عن طريق نقلة الوحي ونقلها إلى عمر الذي نقل إلى ابنتي حفصة أم المؤمنين بدينا فأنا لا أقول إنه مصحف اجتهاد وتكتر ترجع للموضوع شوف الروايات بما إننا نحب الروايات لا لا كلام عادي هذا أنا أعرف أن الجميع في زمن أبو بكر أنا جاء وياك هذا شيء أعرفه ناقشة طيب إذا القرآن كامل وجميع في زمن أبو بكر لماذا لم يوافق عليه ابن مسعود الذي أوصى نبيك أن تأخذ القرآن منه لماذا بقي على قراءة تخالف قراءة عثمان بل وتابعه على ذلك أبو الدرداء وابن عباس كما جاء في البخاري أنا الذي أن ابن مسعود رجع عن اختلافه قبل موته فلا تستطيع الزاني بكلام هو نفسه غيره أتفضل طلع لرواية الصحيحة تقول أن ابن مسعود رجع طب جميل إذا تعرف الرواية أي رواية طيب يقول لك ولعله فقط ذكر ابن أبي داود في كتاب المصاحف باب رضا عبد الله بن مسعود في جمع عثمان رضي الله عنه ثم روا عنه حديث نزول القرآن على سبع داود وين هذا باختصار مجمع ما جاء هذا موجود في ذكر ابن أبي داود في كتاب المصاحف ما موجود لا هذا موجود تقدر تفتح الآن في إسلام ويب أنا قاري الكتاب الكتاب قاريهم سوى عننا محاضرة طب هنا موجود في إسلام ويب إسلام ويب يكذبون عليك لا أنا ذكرت أنت قلت أذكر بإجمال تبقى نذكر السنة كامل ما راح تلقى كذب لا والله موجود يعني الموضوع هذا معروف ومنتشر إذا ماكو راح تتأذى جيد يقول لك الذكر ذكر ابن أبي داود في كتاب المصاحف يباب كامل باب رضا عبدالله بنسعود في جديد الآن ها نحن بيها فضيح عبدالله بنسعود اليوم راح أخلي فضيحتك يصير بقلاقل والله لا الموضوع مو فضيح لا فضيحة لا 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 فضيحة لا فضيحة إنت جالس تتكلم متأكد وتقول كلمة والله أنا أعرفكم ما عندكم رب ما أثق بسنة يقول والله لو يقول والقندرة عندي ممكن أصدقه ماذا قال والله أنطي عفطت عنس بس مو مشكلة إنت جالس تحلف يعني متأكد هذا هسأل عن راح أروحك كتاب المصاحف أن رجل نزل بعائش ابني أبي داود غير قاريان الكتاب خاتم أصلا حافظة كامل ما شاء الله أي حافظة أي والله مثل الجاحظ إمامكم كان يحفظ القرى كتاب 600 صفحة أول ما يقرأ طيب وين هذا ما كتبه لي عثمان باب اختلاف المصاحف مصحف ابن مسعود مصحف الصحابة علي شوف باب رضا عبد الله جايين أنت وياي أيضا ندخل ندخل على جوجل حتى كبستك تكون قوية مؤثرة جيد ادخل وياي على الموضوع كان على الشاشة أدخل على اليوتيوب اي 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 أدخل ادخل حتى تنكب سكبستك قوية اليوم باب رضا عبد الله بن مسعود لجمعي عثمان المصحف نضغط عليه كيف رضي وهو ما يقول باب رضا عبد الله بن مسعود لجمعي عثمان المصحف طيب وين الرواية عن فزعت يوم فإلى عبد الله بالمصحف طيب إذا عبد الله في المصحف دخلنا عليه فقال رجل من القوم أننا من تكزائرين ولكننا جئناك راعينا في هذا الخبر فقال أن القرآن نزل على بيكم سبعة أبواب على سبعة أحرف وأن الكتاب قبلكم كان ينزل أو ينزل من باب واحد على حرف واحد معناهما واحد طيب وين راحت خلاص بس رواية وحدة طيب هذا يدل على رضاة وين يعني الآن هو قاعد يقنعهم بمصحف عثمان لا 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 بس بس بكلام جالسي تكلم على تعدد الأحرف القراءات السبعة كما تسموها طيب يعني عثمان يعني بالمسعود ضحك عليهم مشى عليهم مصحف عثمان على أنه قراءة يعني راضي به صحوة لأ ك Lebanon يعني راضي به مشى عليهم يعني راضي به لا 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 في فرق راضي به يقرأ به هو ما كان يقرأ به ابن عباس بعد ما مات ابن مسعود كان يقرأ بمصحف ابن مسعود فشلون ابن مسعود راضي به وهذه الرواية انت الان طلع الرواية معي طلحها انا اسمعك الان قاد اكلمك بالموبايل ووسط الرواية ابن مسعود يقول ان القرآن انزل على نبيكم من سبعة ابواب على سبعة احرف طيب يعني يقصد ماذا يقصد ان القرآن يقصد ان القرآن فيه احرف كثيرة بايهم اقتديتم طيب الى الان ترى الى الان نقرأ الى الان نقرأ الى احرف قادة والله يعني ما يسمحون علمائك نمسح حرف عثمان ونحط من عنده حرف ابن مسعود ما يقبلون لا احنا الى الان نقرأ القرآات السبع وعندنا اجازات لا 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 اسمعني لا القرآات شيء والحذف شيء يعني مثلا عندنا رواية في صحيح البخاري ان ابن مسعود كان يقرأ بقراءة انزلها الله عزل وهي والذكر والانثى حينما هذا احسنت هذا حرف ابن عثمان كان واضح وما خلق الذكر والانثى جيد طيب القرآات هذه كلاوات تكاذيب الضحكم بها على الناس لا ابدا انتقدر حتى يعني حتى المصحف على سبيل المثال في بعض القرآات تكون لان الكتاب العربية القديمة ما يخفى عليك انها كانت بدون نقاط انا الان اريد اغير انا الان يجوز لي ان اغير بين مصحف ابن مسعود ومصحف عثمان ام لا يجوز انت قصدك ان تأخذ ايات من هنا وآيات من هنا احسنت اذا كانت قراءة واحدة يعني عشان تكون في الصورة في قراءة تكون متسلسلة بمعنى اني ما ينفع اني ابدل بينها ما ينفع مثلا اني اتكلم شوي كذا وشوي كذا اخذها زي ما هي ككل او اتركها زي ما هي ككل اهه ليش ما ينفع اخذ مننا ومننا ما هو كلام الله كله لان هذا رسان وحرف يؤخذ ككل يعني الله هنا يفشر وهنا يمدح لا الله عز وجل نزل 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 بشر معين هو 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 يعني مثلا الان يعني مثلا والذكري والانثى وما خلق الذكري والانثى انا يعجبني اقراها كذا مثل ابن مسعود يعجبني اقراها مثل عثمان كذا المفروض تكون الي حرية انت تجبرني تقول لي لا لازم تقراها بقراءة عثمان اللي جمع القرآن او ما يصير لا انا اقول لك انا ما اقول لك تقراها بقراءة عثمان يا اما تقرأ بقراءة عثمان ككل او تقرأ بقراءة ابن مسعود لا انا اريد اضحى أنا أريد أضعها بالقرآن أريد أضعها بالقرآن أريد أن أضعها في القرآن بالكتاب الموجود بيني دينا اليوم تبا يتقلط يعني صحيح أي يعني أريد أحذف كلمة صالحة عفوا أريد أضع كلمة صالحة أضع كلمة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة ابن مسعود كان يقرأ ابن عباس كان يقرأ كلمة صالحة عثمان حذف كلمة صالحة ما عجبته لأنه ضد الإصلاح جيد؟ لأن عثمان كان يكتب على حرف قريش الآن على حرف قريش على حرف هذا مو شغل أنا أريد أجيب القرآن اليوم وأضع كلمة صالح وأحذف كلمة وراءهم وأضع كلمة أمامهم وأحذف وما خلق الذكر والأنثى وأكتب الذكر والأنثى وكذا بقية الآيات وكلها من عند لا يستقيم لأنها ليست من نفس الحرف ببساطة يعني أنت تقول حرف ضد حرف الله نزل لا يكون في أن أكثر من نوع أكثر من حرف هو أكثر من نوع أكثر من حرف تكاثر أو تزاوج أو هو غير كل من عند الله لا هناك سبعة أحرف هو سبعة أحرف من الله ولا من عبد الله الآن وحدة الموضوع ترى انتهت لأننا كنا نتكلم لا 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 هي هي وحدة الموضوع الحروف من من خاف الحروف من الرسول صلى الله عليه وسلم من الرسول صلى الله عليه وسلم من عن من عن جبريل عن الله عز وجل فإذن كلها من عند الله فأنا المفروض مثل كما كان في زمن الصحابة هذا يقرأ بقراءة ابن مسعود وهذا يقرأ بقراءة عثمان طيب فهذه النقطة الأولى التي تبين تحريف القرآن عند عثمان أنكم لا تجيزون ولا تقبلون أن نحذف آيات عثمان ونضع آياته ابن مسعود طيب بما أنكم لا تجوزون ذلك ولا تقبلون لأن عثمان حرف القرآن وألزمكم بقراءة بكتاب واحد أنا الآن لدي السؤال الثاني قبل لا ننتقل لسؤال الثاني لا 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 بعدها بنفس النقطة ما من تقلينا نحن بنفس النقطة حتى نكتشف عثمان حرف القرآن ولا لا أين قراءة ابن مسعود التي أوصى بها نبيك أنا اليوم كمسلم سن مواحد قد قرأت في الصحيحين أن نبيك قال خذوا القرآن من ابن مسعود وأقد أعجبت به لأن نبيك ذكره ولم يذكر عفطة العنز عثمان أين قراءة ابن مسعود وقرآنه الكامل أين قبل أن ننتقل لهذه النقطة أنا بس أبتبين من نقطة السؤال السابق هل أنت متفق أن ابن مسعود موافق على جمع عثمان لا عزيزه لا ما موافق طيب أنت قرأت الرواية اللي توافق ليش طفرت على طول السؤال الثاني وين الرواية اللي توافق أنت قبل شويك قاريها وقاعدت ناقشني بها هاي الرواية تتكلم تقول لي هل ينفع بابا انت تعرف ما معنى الرضا تعرف ما معنى عثمان ما معنى الرضا ما معنى الرضا ереانه يقرأ بقراءة عثمان افتهي معنات انها صحيح هاء ولم يقرأ به ممكن معنات انه يجوز هالشيء معنات انه يشوفها صحيح لم يقرأ به مvak بم قراءة عثمان أنت تقول انعبد الله بن مسعود لا يرضى بهذا الشيء نعم 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 لأن ابن عباس استمر على قراءته ما لا علاقة لما تقول لي فيه قراءته عثمان وحد المصاحف أم لم يوحدها دقيقة دقيقة عثمان وحد المصاحف أم لم يوحدها وحدها على قراءة صحيح لماذا لم يلتزم بذلك ابن عباس وابن مسعود وأبو الدرداء وحدها كنصوص مكتوبة ولم يوحدها كلسان ليش واحدة كنصوص مكتوبة ليش موكلة قرآن لكي يسهل على الناس كيف يوحد هذا تحريف إذا بقية النصوص حرفة هذا الآن نقص لم يقول أن بقية النصوص قادر لم يقول أن بقية النصوص قادر تحيف 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 ما هو التعريف والتحريف التحريف هو الزيادة والنقصان أنت الآن أقريت بالنقص تدري لو لا لا أنا لم أقل بالنقص لا أنا لا سأقول لك أنت قلت بالنقص أنت قلت أن عثمان وحد المسلمين على قراءة صح طيب إذن بقية القراءات ضاعت بقية القراءات ضاعت لم يقول أنها خاطئة وين بقية القراءة تنطيني قراءتي بن مسعود ما يصير أنت تتكلم ونأتكلم حاول تهدئ انكبسه الآن رب رب انكبس أهدئ أهدئ هاي أهدئ أهدئ انكبس ما انكبس أهدئ 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 أنت الآن قلت أن عثمان وحد المسلمين على قراءة وهذا تحريف ممتاز في أي مجال في النقص لا مو تحريف أنت اللي قلت أنه تحريف أي هذا تحريف في الاعتقادي في النقص لماذا؟ لأن عثمان حينما وحد المسلمين على قراءة منعهم من قراءات أخرى وإلا أين هذه القراءات كقراءة بن مسعود أنا اليوم أريد قراءة بن مسعود كاملة للقرآن وين هي؟ لم يمنعهم من قراءة أخرى أين؟ سؤال سؤال سمعوا سمعوا أين قراءة بن مسعود الكاملة للقرآن؟ ممتاز أنت الآن سألت سؤال من حقي أن أجيب صح ولا لا؟ من حقي أن أجيب ممتاز أحسنت ممتاز علامة صح زيل زيل طشر 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 كلام حتى تفكر طشر كلام ممتاز أحسنت علامة صح نعم صحيح هاي الكلاوات السنية بطلوها بطلوها شوف أنا ولافد يوم أسوا هاي القذارة مالتكم من واحد يسألني فورا أجاوبة بس أنتم ممتاز شوف أنت الآن جالس تفكر أنت الآن فرحانة نأزف بيك تعرف ليش؟ لأن أنت انتخذتها فرصة راح تروح تناقش المدرب لأمك ما هو الجواب على هذا السؤال الخطير قذارتكم مدخل صح جاوب على السؤال بدون ما تذكر هاي الكلمات ممتاز أحسنت صح ممكن تسمح لي أجاوب؟ اترك عنك هاي الكلاوات وأنا سألك أين وقتي فقط أين قراءتي بن مسعود للقرآن الكامل؟ الآن طيب عدتني وقتي أجاوب رجاء الآن بعد 1400 سنة من نزول القرآن أكثر من 1400 سنة نجد أن هناك سبع قراءات وعشر قراءات يجوزونها أين قراءة بن مسعود للقرآن الكامل؟ قراءة بن مسعود هل تريد أن تصبح في دقيقة واحدة الآن أشرح لك علم القرآن كامل؟ أين قراءة بن مسعود للقرآن الكامل؟ هي أحد العشر قراءات الموجودة حالياً أين قراءة بن مسعود للقرآن الكامل؟ ما موجودة الآن بدأ يكذب ابن عائشة بدأ يكذب موجودة في الحلقات وتدرس وين تفضل أنطيني كتاب كتاب أريه مثل القرآن بالقرآن كامل بس قرآن بن مسعود بقراءته وين يرى تفضل؟ قراءة بن مسعود تدرس باللف ليس بضرورة تدرس بالكتاب أخي كريم أنت تعرف أنت ابن عويشة لعويهرة تدرب هاي الكلمة الأولى بدينا أي بدينا وما انتهينا هو كذب من قبل قليل من قال أن ابن مسعود رضيه بعد دين مبني على الكذب رب ربهم قامز قراءة بن مسعود موجودة تدرس يابق قراءة بن مسعود موجودة تدرس موجودة تدرس روحوا درسوها أخواني يدرسوا قراءة بن مسعود كاملة من سورة الفاتحة إلى آخر آية بالقرآن موجودة لا تفكرون موجودة خمس ست روايات في صحيح البخاري تتكلم عن قراءة بن مسعود لا 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 هذا كلام مو صحيح والعياذ بالله هذا مو صحيح أبناء النكاح المحارم عند الكعبة كالسنة يقولون قراءة بن مسعود موجودة أنت ما شايفها يا قريشي أنت عندك بس قراءة عثمان بالبيت أنت بالبيت عندك أنت مشيعة عندكم قراءة مصحف عثمان بس إحنا ببيوتنا السنة يومية يعني من الريد نقرأ إحنا وخواتنا الرقاصات نجي على المصاحف نختار ابن مصحف ابن عباس مصحف الصحابي علي مصحف أمنا عائشة بي جنابه ومني مصحف ابن مسعود مثلا نختار والله نختار مصحف عثمان عندنا المصاحف كلها وتدرس أقدر أقدر شي حينما يتحول المتصل إلى كاذب علني يعني هذا أقدر لفل يوصل للإنسان لأن انت ما تقدر تكمل وياه يصير ابن مركوبة مربع في معركة الجمل والآن هذا أقدر لفل يوصل للسنة الكذب العلني موجودة لا مصيطر مصيطر يعني أختها جايبت للمعلومة من خذوها يعلموها مصيطر موجودة موجودة قراءة سيدنا عثمان بن مسعود موجودة وين موجودة وين موجودة بخالتك وين موجودة على أبوكم لا أبو حتى دينكم كذب رب ما الكذب أنتم دين عبارة عن كذب واحد يناقشكم يحترمكم كذب مثل أمكم عائشة دك كذب إننا نشموا منك رائحة المغافير قال لا والله إني كنت عند زينب بنت جحش أشرب عسلا وهي تعرف ويشرب عسل تقول يلا حادثة المغافير فقد تواطأت أنا وحفظه كذب 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 دين مبني على الكذب ليش أمهم عائشة كاذبة يطلع شوني شوني يطلع واحد شريف يطلع مثل أمه كاذب ابن كاذبة كاذب ابن كاذبة ابن مسعود قراءة قراءة أخواني الآن لو تروحون تجمعون قراءة ابن مسعود ألا يعني لو واحد الآن يروح يجمع قراءة ابن مسعود يسويها قرآن جيد ماش قد إحنا عندنا كم آية ستة آلاف آية صح ممكن رح يجمع مئة آية بالزايد آية جيد طب الزايدان بالزايد مئة آية بالزايد يعني خمسة آلاف وتسعمائة آية بأمه المتصل وبأمه عائشة وبخالاته وبعماته طارة الآن لو تروحون تبحثون كتب السنة كلها مع الروايات الضعيفة مع الروايات المو صحيحة عن ابن مسعود أنا قابل التي يقرأ بها آيات عجيبة غريبة ما موجودة بالمصحف لو تروحون تجمعوها كلها ما تتجاوز المئة آية ما تتجاوز تقريبا تقريبا طيب خمسة آلاف آية بعد وين راحت هاي الخمسة آلاف وين هن أنا أريد أسمع ابن مسعود كيف يقرأهم يقول لا موجود كلها موجودة تدرس تقرأ على أبوكم لأبو حتى دينكم الوصخ